موسيقى السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من التلفزيون المصري وإليكم موجز أخبار التاسعة الصباح انتظمت صباحا اليوم الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية في بقية مدارس الجمهورية وذلك بعد أن استأنف أمس حوالي 6 ملايين طالب وطالبت دراسة في المدارس الحكومية وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا كما استقبلت المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية الطلاب وكان قطاع المعاهد الأزهرية قد أعلن الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد التي تبدأ فيه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم التسع عشر من فبراير الجاري وتستمر حتى الخامس من مايو القادم أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 2025 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 62 حالة وفاة وأشارت الوزارة إلى خروج 1543 متعافيا من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة ليرتفع إجمالي المتعافي من الفيروس إلى 37761 حالة خلال مشاركته في جلسة المناخ التي عقدت على هامش فعاليات مؤتمر ميونيخ إلى ضرورة مشاركة الشركات ومؤسسة المجتمع المدني في مواجهة مشكلة التغير المناخية أعطى الرئيس الروسي بلدني بوتين إشارة بدء تدريبات تردع النووية ومناورة عسكرية وسعة النطاق التي ستشمل إطلاق صواريخ بارستية ومجنحة وذلك في حضور حليفه رئيس وزراء بيلاروسيا أليكزاندر لوكاشينكو وتجمع هذه التدريبات قوات من المنطقة العسكرية الجنوبية والقوات الجوية وأسطول البحر الشمالي والبحر الأسود بالإضافة إلى القوات الاستراتيجية في أوكرانيا سمع عدوي عدد انفجارات وسط مدينة دونستيك التي يسيطر عليها الانفصاليون شرق البلاد ولم يتضح بعد مصدر هذه الانفجارات في تلك الأثناء شدد الرئيس الأوكراني بلدني زيلينسكي على أن بلاده هي درع أوروبا في وجه روسيا وتستحق مزيدا من الدعم مطالبا بجدول زمني لانضمامها إلى حلف شمال أطلسي الناتو في ظل المخاوف من غزوة روسية كان حلف الأطلسي قد نقل موظفيه في كييف إلى مدينة لفيف غرب البلاد وإلى بروكسل حيث مقره لضمام سلامتهم هذا وحضرت مفاوضي الأوروبية من التصايد الروسي على الحدود مع أوكرانيا واعتبرته محاولة لتغيير الحدود الوطنية وإعادة تشكيل النظام العالمي بينما دعت مجموعة السبع إلى اختيار طريق الديبلوماسية وخفض التوتر وسحب القوات العسكرية من المراطق القريبة من حدود أوكرانيا قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد الهيان إن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن يمكن أن تنجح في أسرع وقت ممكن إذا اتخذت لولادة المتحدة الأمريكية القرارات السياسية الضرورية وضف عبد الهيان في إحدى جلسات مؤتمر بيونيخ للأمن إن إيران مستعدت لنجاز اتفاق جيد في أسرع وقت ممكن إذا اتخذت طرف الآخر القرارة السياسية المطلوب مشيرا إلى أن الغرب سيكون مسؤولا عن فشل المحادثة النووية الجارية في فيينا شنت مقاتلات التحالف العربي باليمن غارات جوية على مواقع وتعزيزات الميليشيات الحوثية على امتدال جباهة جنوب وغرب محافظة مأرب بشمال شرقي اليمن وكبدت الحوثيين خسائر كبيرة في العتد والأرواح من جانبه تمكن الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي والقبائل من تحرير مناطق جديدة شرق مدرية الجوبة وضح بمصادق الجيش اليمني أن قوات الجيش شنت هجمات مباغتة على مواقع الميليشيات الحوثية شرقي مدرية الجوبة ما أدى لاندلاع معارك ضارية بين الجانبين وسقوط قتلى وجرحة في صفوف الميليشيات لقي 35 شخصا على الأقل لمصارعهم في انفجار بوسط الصومال وأوضح شهود عيان أن انتحاريا فقر نفسه في مطعم يوجب به عدد كبير من المسؤولين المحليين أشار تلفزيون الصومالي إلى أن 20 شخصا أخرين أصيبوا في الانفجار الذي وقع في بدلة بلدوين من التلفزيون المصري قدمنا لحضراتكم مجازة أخبار التسعة صباحا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة